اشهد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدور الرائد والمهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في أداء رسالتها النبيلة لإرساء قيم التعايش والتسامح والسلام في العالم والعمل على بناء تحالف دولي وثيق من أجل تحقيق هذه القيم النبيلة جاء ذلك لدى مشاركة معالي في أعمال القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية المنعقدة في مدينة أبوظبي تحت شعار متحدون بإنسانيتنا المشتركة تحت رعاية معالي الشيخ إنهيان بن مبارك ألنهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي بحضور عدد كبير من الشخصيات العربية والعالمية البارزة والقادة الدينيين من مختلف دول العالم وذلك ضمن الفعاليات الدولية الكبرى لمهرجان الأخوة الإنسانية الذي يقام في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم العالمي للأخوة الإنسانية كما حضر معالي حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الرابعة وصلط حفل جائزة زايد للأخوة الإنسانية هذا العام الضوء على فكرة الأمل كقيمة ورسالة لتعزيز الأخوة والتعايش الإنساني